وللتعليق على الأحداث في سوريا انضم إلينا عبر الهاتف من مرسين المحلل السياسي السوري صالح فاضل مرحبا بك معنا أستاذ صالح المناطق التي تقصف مشمولة باتفاق خفض التصعيد مع ذلك طبعا تشهد هجوما شريدا من قبل قوات النظام ما أهداف النظام برأيك من هذا القصف؟ حقيقة النظام لم يتوقف عن القصف للحظة واحدة والروس والإيرانيين حتى نقول ما أهدافهم من القصف القصف أصلا استمر وأهدافهم تركيع الشعب السوري وإنهاء ثورته المباركة وهذا سيكون أبعد من خيال الأسد وروسيا والإيرانيين وغيرهم الهدف الأساسي هو إجهاض الثورة السورية وأيضا يصورون أنه انتقام لسوتي انتقام بسبب فشل الروس في عقد مؤتمر سوتي بنجاح كل هذه الأمور هي ترهات السبب الحقيقي لكل هذه المجازر هو تركيع الشعب السوري وإعادة عبوديته لآل الأسد ومخلوف وتلك الزمرة الطائفية الوحشية نعم كيف تقرأ دعوة السويد والكويت إلى عقد جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع الإنسانية الحارجة في سوريا وعدم إحراز أي تقدم في وصول المساعدات الإنسانية ماذا تملك الأمم المتحدة لتنفيذ قرارتها نحن نعلم أن السويد متضررة من استمرار الحرب في سوريا لأن أفواج كبيرة من السوريين ربما تتجه إلى السويد إذا استمرت هذه الحرب وأيضا هناك اتجاه في السويد ودول أوروبا وهذه الإشاعات سمعناها كثيرا أنها ربما تعيد عدد من السوريين إلى بلادهم لكن القوانين السويدية لا تسمح لهم بإعادة أي أحد إلا بعد استقرار واستثباب الوضع في سوريا أما بالنسبة للإخوة في الكويت فهم أهلنا وشعبنا الشقيق ونعلم أن الكويت دولة فيها من الحريات هامش كبير وكلنا سمعنا أعضاء في البرلمان الكويتي كيف يقفون بالمرصاد لظلم آل الأسد وإجراء منه في سوريا نعم الحديث عن قمة تركيا روسية في إسطنبول ماذا يمكن أن تقدم هذه القمة للأزمة السورية؟ الواقع يعني الإخوة الأتراك والأشقاء معروفون أم الداعمون الأول للثورة السورية من بدايتها وإلى الآن وستستمر إلى تقويض نظام بشار الأسد وهذا ما صرح به أكثر من مرة الرئيس رجب طيب أردوغان هذه مسألة أما مسألة التفاهمات مع روسيا الحقيقة لا بد من وضع خطط لكي لا يصطدم الروس والأتراك في هذه المنطقة وأظن في الفترة الأخيرة لاحظنا لعدة أيام كان هناك تشويش بالرادارات التركية على الطائرات الروسية وطيران النظام هناك إشكالات معينة يريد الأتراك والروس أن يتفاهموا عليها وأيضا للتحيط لتجاه الحل السياسي وفق ثوابت الثورة السورية التي يمثلها الأتراك أما روسيا تريد أن تزيد من حصتها بالكعكة السورية وهذا ما لا يقبله الثوار في سوريا والآن المخاوضات ما هي إلا وسيلة من هذه الوسائل وأظن أنها لن تنجح والحل في سوريا سيكون سياسي وعكري المحلل السياسي السوري صالح فاضي كان معنا من مدينة مرسين التركية شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر